خلينا نتقل إلى الرئيس ميشيل عون كمان طالع الفلكة لرئيس الجمهورية برجه أدلو بعد سقوط التسوية الرئاسية مع سعد الحريري يشعر الرئيس عون أن النصف الثاني من وليته أصبح فاقضا للتوازن السياسي والميساقي والدعم الاقتصاد العربي معد موجود وكمان الدعم الدولي بالدعم دولي خفيف وسيعاود في مطلع 2020 جولات الحوار السياسي والاقتصادي في قصر بعبدة مع سائر الكتل النيابية وسيمد يده مجددا من أجل التحاور مع كل أطياف المجتمع المدني بده يرجع يتحاور وهالمرة رح يقبل المجتمع المدني يتحاور معه سيكون هناك إيجابية وتعاون وتشاور دائم بين الرؤساء الثلاثة هالمرة رح نحس أن الرؤساء الثلاثة من سجميل مع بعضهم مع بيت خاناهم طمع كان يصير سابعا بتكون معظم جلسات مجلس الوزراء بالأصر الجمهوري لأن الرئيس الحكومي الجديد بعد ما عنده الممارسة والخبرة وما رح يسترجي يعمل جلسات بالسراية الحكومة وبتكون مكسفة مرتين بالأسبوع إلا أن الإنجازات المحققة ستكون نظرية وغير فاعلة بشكل كاف بسبب ضعف التمويل العربي والدولي وبتكون ميزانية 2020 شحيحة يعني ضعيفة لأنه ما في مداخيل للدولة وتراجع مداخيل الدولة اللبنانية لأنه الشعب لا يريد أو لا يقدر على دفع الضرائب والرسوم بالإضافة إلى تراجع السياحة وتحويلات اللبنانية من الخارج هروب الرسميل والاستثمارات في مطلع شهر أزار 2020 قد تتأذم مع الأسف أنا مثل ما أنا شايف حالة الرئيس ميشيل عون الصحية بسبب الضغوط النفسية التي يتعرض لها من عودة المظاهرات الشعبية العنيفة وابتعاد السنائي الشيعي عنه هم بحس حاله أنه صار لبحده حتى بدي يختلف مع السنائي الشيعي اللي صار حيغرد على زوءه واللي ممكن يقوم بخطوات بالشيئة شبيهة بسبعة أيار قد تكون هذه المرة موجهة ضد شارعين شارع سعد الحريري وشارع الثورة إذن هذا بالنسبة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وطبعا لما تقول بأنه في وعكة صحية طبعا نحن ما بنتمنيها ودي متل ما دايما بقول كل شيء سلبي بتقوله نتمنى أنه ما نشوفه ووقت الإيجابيات نشوفه لأهلأ الحمد لله ما في شيء يعني إيجابي بعد شفناه مثل ما قلت يبدو أنه سنة صعبة بعد ما خلصت بعد ما بدأ شيء أهم بعد ما بدأ نلحق لأنا بالبريك نخلص الأسماء لاي بس بعد ما خلصت شيء أهم بعد ما قلته شو هو سعر الدولار ممكن نرتفع تدريجيا إلى 3000 ليرة هي خبرية ما راح تجرب حدا ممكن تعجب الصرافين بس هذه بس مش عن رئيس عون هذه معلومات محطيتها ضمن العهد يعني ضمن هذه الفترة كلها نعم تفضل على الصعيد الصحي يتواجب على الرئيس ميشيل عون مراقبة ارتفاع السكري وضغط الدمش والشرايين وسلامة عمل الكيلة لأنه قد يضطر مع الأسف الشديد بين أزار وتموز 2020 لدواعي صحية أن يتنازل عن منصب الرئاسة